اهلا بحضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية خاصة عن حالة الطقس تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم الجمعا خفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حيث يسود طقس حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد واوضحت هيئة الارصاد الجوية ان يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وفرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة طيب خليني استعرض مع حضرتكم خريطة الظواهر الجوية خلال الايام المقبلة اهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 11 يونيو اعتبارا من الجمعة انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود تقسحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نشاط رياح أيضا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة أما أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم السبت 12 يونيو نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وعن أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الأحد 13 يونيو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أما أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الـ 2-14 يونيو نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد أهم الظواهر الجوية المتوقعة يوم الـ 3-15 يونيو نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد قبل ما نختم مع حضراتكم نذكركم بالنصائح اللي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة اللي بتشهدها البلاد أهمها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم ترك أي مواد قبلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وعدم ترك هذه الزجاجات في درجات حرارة مرتفعة كمان نشدت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بارتداء ملابس قطنية فتفاضة وارتداء غطاء للرأس وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل أخيرا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة سهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة قنى العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة وأخيرا أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة انتهت تغطيتنا شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وانتظرونا دائما في تغطيات إخبارية متنوعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر